موسيقى ضايفنا هلأ مشاهدينا فنان معاصر تميز بنحط فاكهة الرمان قدم لنا ابتكارات فنية بتجسد هويتنا وتراثنا الشرقي اليوم رح يعرفنا عن مصدر الهام وكيف يقدر يخلق هالأسلوب الخاص فيه برحب بالفنان المعاصر بديعب لأهل السلام فيك شرفتنا بيستو جويتنا بديع انت فنان معاصر عبر سنين قدرت تخلق أسلوب خاص لك وبتصور فيه يقول انه من البداية عارف تماما شو بدك لانه اخترت موضوع وبقيت سابت فيه من بدايتك الفنية لغاية اليوم قبل ما نحكي عن منحطاتك اللي تميزت واشتهرت فيها من حطات الرمان رماني بدنا نرجع للبداية بعرف انت شاب من جنوب لبنان من مرجعيون بالزبط مطرح ما قضيت معظم طفولتك وبهالمكان بالزيد تأثرت كتير بالطبيعة تأثرت بالمنطق وتأثرت أكتر شي بتصور بعائلتك وبجو البيت بعائلتك ايه اكتر شي بحب احكي لانه طفولتي هي اكيد أثرت فيه يعني انا من مرجعيون وبفتخر بهالشي يعني يعني فيني ببلش انه الاستحائي من وين استوحيت يعني من جنينتنا يعني تقريبا هي محاوطة كلها برمان كذا نعرب من ننزل نتسلة نقطف نعنا فهيدي الطفولة اكيد أثرت فيه بالاخص انه عائلتي بتحب تجمع كل شي عثماني وقصص فنية نعم شخصين بتصور اكتر شي تأثر فيهم بعائلتك اولا ستك اللي هي من اصل ارجنتيني ومنها تعلمت الرأس رأس التانجو وتعلمت اللغة الاسبانية كمان فيك تقولي شوي يعني قد ما لحقت اتعلم هلأ اكيد عم بحاول تابع هالشي وعندي كتير قرائبين ببونسايرس ومن وقت لوقت بحب ظلني احكي معهم اتمرن ومن جدك ميشيل شو تعلمت شو بتسببت جدي اكيد وبي واهلي كلهم تعلمت منهم التواضع والبساطة حلو انه ده ابروتشت وابروتش تينجز سيمبلي فكتير علموني هالشي علموني كمان السقة بالنفس واذا بحب شي تابعوا للاخر وهذا العم بعمل بديع جدك كان يجمع قطعة فنية قديمة من العهد العثماني وكان يعرض لكم اياها ويشرح لك شوي عن تاريخها من هون فينا نقول انه شوي بلشت حشريتك بالفنون على انواعه؟ يعني ستة وجده اكتر شي خاصة جده كان يحب يجمع كل شي وقته بعهده يعني بوقته كان فيه قصص عثمانية كتير غالما كانوا عثمانيين بهالوقت وطبعا ستة بتحب كانت المشورة بالتانجو بتحب تقرأ كتير كتف كنت انو خلقين ببيت بيقدر الفن وبيقدر الحياة الحلوة هي انا اهم شي لقلي ومن الرأس ومن اللغات ومن هالقطع الفني القديمة ومن الطبيعة وهالمشاهد الحلوة جمعتهم كلهم برسمات بلشت فيها بعمل صغير؟ بلشت من انا وصغير اعمل سكتش ورسم اكيد هذا الشي كان كتير خاص لي ومنه تجاري فما كتير مشكل بس اصدقاء المقربين بيعرفوا انو بحب اعمل هالشي وحبيت انو قلت انو اقدر عبر عن هالشي بهالوقت انو بعدني صغير فلازم عبر عنو وكيف انت قالت لفن النحت؟ هلا الناحية اكيد بلشت له كديزاين يعني انا ضمن شغلي كرياتيف دايركتور يعني بحب كل شي خاصه بالآت والديزاين كرياتيف دايركتور بشركتك الخاصة بشركتك الخاصة بشركتك الخاصة فهذا شي اكيد هذا شئ العملي لقلك في ناحية فنية كمان من حياتك مزور فشئ العملي كتير ساعدني ينمي لي سقافتي الفنية فضمن انو شغلي مع برانس لوكل وانترناشنال اقدرت تربيزه معين اقدرت اعكسه وقت ابلش صمم سكولتشر يعني تحفي فكيد كل سكولتشر الى كونسيبت وهي اللي بيميزني انا وطبعا هلا امحضر منحكي هلا اكثر عنه انا بعدني بالبداية وهنا عم نشوف صور لبعض عملك طالما حبك للفن نشأ بي من الطفولة وعندك حشرية لها الفنون ليش اخترت العلوم والغرافيكس بالجامعة كاختصاص هلا اكيد كل واحد بده وقت لا يعرف شو بحب يمكن اخدتني شوية وقت لا عرفت شو انا بحب بس هلا انا لقيت شو بحب وهي اهم شي فمثل ما بيقوله بالانجليش يعني when you love your work you don't have to work any day وهالشي بيظهر اكيد بالنتيجة وبالعمل ليش اخترت الرماني اكيد بتسمع او طرح عليك السؤال كتير يعني الرماني كلنا بنحب الرمان وهي ثمرة موجودة يعني بمنطقتنا فانا حبب كامل الاسترن ارتست يعني انو فنين شرق اوسطي انو نقي شي خاص بالبلدنا والرماني الشجرة طلعت من البلاد ما بين النهرين وإلى معنى للغارب بقدروها لانو it's an exotic fruit وإلى عدة رموز كمان مش بس بالشرق كمان بالغرب بالغرب هي باليونان مثلا معناتها الفرتليتي والحظ الحلو الخصوبي والحظ الحلو وبمصر معناتها كمان النجاح والامل والطموح فإذا انجازبت للرماني العمل ببلش عندك كسكتش بورق او قلم وكيف بيتطور خبرنا عن المراحل اللي بتمر فيها القطع قبل ما نحنا نشوف النتيجة اكيد الرماني بتمر بكذا مرحلة عندي يعني فقود شي بعمل سكتش او بكتب فكرة يعني فيني ببلش اكتب فكرة حسب إذا شو عم بعملها إذا برونز أكيد بدي أعملها سكتش إذا خشب مرات بيكتب الفكرة شو بدي إياها وبعمل سكتش وبعدين بعملها بروداكشن في شي بقدر أنا أعمله بروداكشن بإيدي إذا كان يعني بوتري أو إذا كان خشب أكيد عندي بروداكشن تيم بيساعدوني ننفذها للفكرة أول معرض دلقلك بديع كان في 2012 بعنوان منحوتات الرماني 18 عمل 18 رماني أعمال ما بتشبه بعضها كل واحدة إلى اسم وكل واحدة بتجسد فكرة مختلفة شو حبيت تقول من ورها الأعمال؟ من هالأول عمل هو 18 سكولتشيرز المنحوتات الرمانية المختلفة كنت بس عم فارجة أنا شو بحب الرماني كيف شوف الرماني لابسي كذا قناع مختلف فهيدا الشيء العكسته فيه هلأ أكيد بالبتاني إكزيبيشن كنت أكثر سباسيفيك بس ركزت على الخصوبة وعى بابلين ليديز يعني أصص حضرات بالمعرض الجديد اللي عم بتحضر له هلأ؟ بالمعرض طبع أو بمعرض لغري جبل أعرضت بس هذا كان هالسنة بأيار؟ مضبوط أعرضت خمس تحاف كلهم معناتهم فرتليتي وفيه كمان قطعة كان اسمها بابلين ليدي هلأ صارت باستراليا فهيدا هلأ بديع الرماني نحن بنعرف شكله مضبوط وين يعني وين المساحة لإلك للابتكار كيف اشتغلت عليها؟ هلأ مثل يمكن مرأ شوي صور من الأتوليات تبعي يعني شفنا أحجار كريمي شفنا أقميشي شفنا يمكن خشب كانت أول إكزيبيشن كنت عم أعبر عن الرماني بكذا طريقة كانت كتير معاصرة تاني إكزيبيشن كان أكثر الرماني عم تصير كاسكولتشر كمنحوتي صارت بس بلون واحد وهلأ رح تصير ببرونز هلأ أول الـ 18 عمل كانوا كتير مختلفين فكان فيه مساحة واسعة لجن فالرماني كانت ساعة عم تلبس فسطان ساعة أحجار يعني شكل الرماني بساعد أنه يوحي لألك بجسد المرأة لا تقدر تشتغل علي بها الطريقة مضبوط أنا رماني اللي هي كمان بأشعة كمرأة مرأة هيك مهضومة ما ضرورة تكون ضعيفة بس مرأة عندها ثقة بالنفس مثل ما عبرت عنها من فوق إلى تاج كبير وشوي أنه ملينة بمعرضك الجديد بديع مكمل بطريقة ثابتة بنفس الفكرة اللي هي الرماني ولكن عم تطرحها بطريقة مختلفة هون هون عم تشتغل عليها من الخارج وكمان من الداخل مضبوط كيف؟ هون بالمعرض الجديد شوي هو سوربرايز بس فينا نحكي بس على كام قطعة وعلى اسم المعرض اللي هو اسمه The world in a pomegranate العالم في رمانا رمانا حلو الاسم فأنا عم فرجي للعالم كيف أنه الرماني شكلها مدور هي مثل الكرة الأرضية وكيف من جوا نحنا نشبهها كيف لحبوب الرمان هن الناس أنه عم بيحركوا دايما عم بيشتغلوا فحبت أعطيها بعض أكتر يعني أول مرة اشتغلت من برة هالمرة عم بيشتغل من جوا وعم بعملها للرماني كأنها هي مدينة أو كرة أرضية صغيرة فيها كتير قصص وراح عبر عنهم بخمسة وعشرين منحوطة مختلفة عن بعضهم يعني فينا نقول أنه داخل كل منحوطة في مفاجأة لإلنا في مفاجأة الأفكار اللي بتجسدها ما بتشبه بعضها حتى بالأعمال الجديدة لا لا ما في شي بيشبه بعضه كله وان اوف تقريبا أو ليمتد اديشن سو بالنيو كولكشن بس رح يكون في كله ليمتد اديشن وفي شي خمس قطع وان اوف ما بيرجعوا بين عادي وان افا كاين ملاحظ بديع أنه هدفك منه تجاري لا أكيد يعني أنا هايد هلأ شغلك أنه عندك شركتك الخاصة بيسمح لك أن يكون عندك الحرية هل هي بس مساحة للتعبير لإلك؟ هي أكيد مساحة للتعبير وأنا بإمن بهذا الفن بحب السكولتشرز وهي بتكمل شغلي طالما أنه شغلي هو إن دا ديزاين فيلد فالسكولتشرز بيخليني أهرب شوي من عن شاشة الكمبيوتر وعبر عشي ثري دي وهو الرماني عشي حقيقي بقدر شوفه وحس فيه شكرا لإلك بديع عبلة نتأمل أنه بهالمعرض الجديد اللي كمان نتأمل أنه تخبرنا عنه ونشوف الأعمال عند جهوزة يجب لك مثل ما بترمز الرماني للحظ ويقدر يحقق لك الطموح اللي أنت حاطيت عينك عليه شكرا لإلك شكرا لإلك وقفي أسيرة مشاهدينا ونكمل شكرا لإعجاب شكرا لإشتركوا في القناة